السلام عليكم ورحمة الله يتبقى حدود برية وبحرية وجوية الجوية ده نطاق الجو بتاعنا مناش دعو بيه تعال نتكلم عن الحدود السياسية البرية الحدود دي خاطتها عزبط او جامعة الامم المتحدة عشان كل دولة تعرف اراضيها بالزبط وتحددها على الخريطة وما حدش يقدر يخترق اي نطاق منها مهمة جدا ان انت تعرف حدودك السياسية فين بالزبط عشان ما حدش يقدر يتعد على ارضك طيب الحدود السياسية دي حدود برية قلنا احنا استمناها الى حدود برية وحدود بحرية طيب الحدود البرية هي حدود الاصطناعية يعني مش الطبيعة معظم الحدود السياسية في مصر موجودة في حدود نطاق صحرام ويوجد هناك حدود سياسية بحرية طيب الحدود الشمالية قلنا يحد مصر من الشمال حدود بحرية تمتد على ساحل الجنوبي البحر المتوسط شمال مصر البحر المتوسط لكن احنا بالنسبة للبحر المتوسط ايه؟ احنا في جنوب البحر المتوسط مش في شماله ركز في النقطة دي عشان دي فيها هنا تركاية ممكن تجي لك في السؤال واطلق بطك يبقى احنا شمال مصر البحر المتوسط طب بالنسبة للبحر المتوسط احنا في الجنوب طيب الحدود البحرية او الحدود البرية بتمتد عند رفح نقطة الحدود بين مصر وفلسطين وفيه نقطة حدود بين مصر وليبيا غرب السلوم يبقى انا حدودي من الشمال في الحدود البرية من الشرق رفح ومن الغرب السلوم بدينة السلوم وطول الوقت ده فيه مياه اقليمية المياه الاقليمية دي اللي هو البحر المتوسط كل دولة ليها 12 ميل بحري داخل البحر المتوسط الـ 12 ميل دول تبعين لسيادة الدولة المصرية فهمت يعني ايه؟ الحد الشمالي طيب تعالى بعد كده نتعرف عن الحد الجنوبي الحد الجنوبي لمصر يحد مصر من الجنوب حدود برية مش بحرية ركز معايا اللي هي حدود دولة السودان طيب حدود دولة السودان بتتمشى مع دايرة عرض 22 شمالا ومع خط طول 25 غربا طيب المنطقة دي ايه؟ اللي هي بتلتقي فيها 22 مع 25 دي منطقة الحدودية اللي هي جبل العوينات برضو يبقى شايف اللي هي الزاوية دي؟ دي هنا جبل العوينات طيب الحدود الشرقية يا طرح الحدود الشرقية زي ما انت شايف كده حدود برية ولا حدود بحرية؟ تعالى نسأل نفسنا السؤال ده الحدود الشرقية دي حدود بحرية شرقنا البحر الأحمر شرقنا خليج العقبة يبقى الحدود الحدود الشرقية هي حدود بحرية مش برية طيب لحد رأس خليج العقبة يبقى انت معيك حدود لحد رأس خليج العقبة شايف ده خليج العقبة طيب شايفين يا ولاد معي خليج العقبة ده اللي انا خط ايدي عليه خليج العقبة ده خليج بيشترك في السعودية والاردن وفلسطين ومصر يبقى انا عندي حدود شرقية معي برية لحد حدود ومعي بالشمال لحد رفح ده حدود شرقية طيب تعالوا نتكلم عن الحد الغربي الحد الغربي هي دولة ليبيا طيب فيه حاجة ننسينا اقول عليها لما اتكلمت عن الحدود الشرقية انا قلت ان في حد كبير بين رفح لحد طابة موجود الكيان السهيوني او اسرائيل اثر كبير جدا في وضع المنطقة دي منطقة استراتيجية خطيرة لها حدود امنية لهذه الحدود يبقى موضوع الحدود الشرقية من اول رفح لحد طابة دي حدود استراتيجية حساسة جدا عشان وجود الاحتلال الاسرائيلي موجود في المنطقة دي تعالوا نرجع نتكلم عن الحدود الغربية الحدود الغربية هو الحد اللي بين مصر ولابيا دي حدود برية مفيش فيها اي نوع من البحر الحدود دي بيتتمشى معظمه مع خط طول 25 الا استثناء القطاع الشمالي ده متعرق شوية بيمتد الخط ده من حد منخفض سيوة ونفس الوقت بيمر النقطة الالتقاء بيننا هي مدينة السلوم يبقى احنا كده تعرفنا على الحدود وقلنا ان احنا موجودين في جنوب البحر المتوسط وان احنا في شمالنا وعندنا اللي مين يتعرفوا ان احنا عندنا في الحدود بنقسمها الى حدود برية وحدود بحرية طيب احنا دولتنا فيها جانب بحر وفيها موقع متميز طيب تعالوا نشوف ايه اهمية موقع مصر الجغرافي انت شايف قدامك ان احنا عندنا بحر احمر بحر متوسط عندنا خليج العقبة وعندنا خليج السويس يبقى مصر لها اهمية كبيرة جدا 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 في الموقع الجغرافي بيعتبر الموقع الجغرافي مهم جدا واثر جدا في طريق مصر مصر طول عمرها ملتقى قرات الثلاثة اللي هما القرات القديمة اسيا وافريقيا ووروبا الملتقى ده اثر جدا في تكوين شخصية مصر واثر في تكوين شخصية جغرافية واثر في الانسان وعمل لها دور كبير جدا جدا تاريخي وحضاري عبر العصور على النحو التالي اول حاجة وقوع مصر على بحرين مهمين زي البحر الاحمر والبحر المتوسط وخليج العقبة والسويس في الشرق اثر كبير جدا في اهميتها كمعبر للطرق التجارية التي قديما كانت تأتي الى الشرق الاوسط تاني حاجة وجود شبه جزيرة سيناء شبه جزيرة سيناء دي زي البوابة الشرقية المصر البوابة الشرقية دي دي اللي ربطت بين اسيا وافريقيا واوروبا كمان استقبلت الكثير من المهاجرين الهجرات زمان كانت بتيجي عن طريق شبه جزيرة سيناء عشان يقدر يروح بلد الشام والعراق كان بيجيلي من بلد الشام وبلاد الرافدين وبلاد العراق وبيوصل بمصر وبرورة بدول شمال افريقيا يبقى المعبر او المدخل اساسي لنا كان هو مدخل شبه جزيرة سيناء انطلقت المؤسرات الحردرية والدينية عن طريق الهجرات السكانية دي اللي كان بيجي ده كان بيبقى معاه جايب معه ثقافته وجايب معه لغته وجايب معه حضارة جديدة بيدخل يأثر في مصر وبيتأثر بمصر المؤسرات دي أثرت جدا في دول شمال قارة افريقيا وفي دول الجنوب كمان لان احنا قلنا ان ما كحدش فيه كان بيعبر غير عن طريق دخول الى مصر طيب ايه كمان من أهمية موقع مصر وقوع مصر في الشمال من حوض نهر النيل كان له أثر كبير جدا في اكتشاف منابع النيل طول عمرنا بنسمع ان مصر هبة النيل يعني ايه هبة النيل يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب النيل ده المصر علشان تجري في أرضه وتخليه حضارة جبيرة جدا 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 انتقال المؤسرات نهر النيل ده كان مهم جدا في انتقال المؤسرات فين؟ نهر النيل كان عبارة أول حاجة أهميته جبيرة ان احنا اكتشفنا منابع النيل عن طريق ايه؟ عن جود مصر وانتقال المؤسرات الحضارية من دول البحر المتوسط وحوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية دخل لأفريقيا ودخل عن طريق أراضي السودان كمان الفتح الإسلامي لمصر سنة 641 وضع أهمية جبيرة جدا في نشر الإسلام في شمال أفريقيا مصر كانت طول عمرها معبر للطرق التجارية بين أسيا وأفريقيا وأوروبا وكان أثر لها زيادة الفتح العربي لمصر سنة 641 أهمية جبيرة جدا في موقع مصر أول حاجة الفتح ده ساهم في نشر الإسلام في شمال أفريقيا عن طريق مصر انتشر الإسلام في شمال أفريقيا وكانت معبر للطرق التجارية مصر كانت عن طريقها التجارة تدخل من أسيا ودول الشرق ودول أوروبا في الغرب وكان لذلك أثر كبير جدا في موارد مصر عن طريق الرسوم اللي كانت بتفرضها الحكومات في الوقت ده على كل التجارة وكل البضايا اللي بتعبر كمان أهمية مصر زاد بحفر قاناة السويس وافتتاحها سنة 1869 عشان توصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وتوسع التجارة وتأدي إلى وجود طيب أي أهمية قاناة السويس أو الأهمية الملاحية للقاناة السويس أول حاجة زيادة حركة التجارة العالمية في البداية حركة التجارة العالمية كانت بتنزل لحد البحر المتوسط وعشان يعبروا ليه دول أسيا كانوا بينزلوا ويحملوها على جمال ويحملوها على صحراء وبتاخد وقت كبير جدا عشان تمشي في الصحراء وبعد كده ترجع تحمل في تاني التجارة كلها والبضايا كانت بتحمل تاني في صفن كبيرة سواء عشان تروح البحر الأحمر أو تروح للهند طبعا قاناة السويس اختصرت مجهود كبير جدا كمان زادت أهميتها في اكتشاف واستخراج البترول لما تم اكتشاف البترول كان يهمنا أنه كانوا العلماء بيهمهم أنهم يدوروا على مكان سهل عشان يقدر ينقل مناطق البترول واستخراجه من خليج العربي وجنوب شرق أسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية طبعا قاناة السويس لها دور كبير جدا اختصت المسافة بين المشرك والمغرب مقارنة برأس الرجاء الصالح اللي بيليف في حاولين الكلة الأرضية احنا كده تعرفنا على أهمية موقع مصر وعرفنا أهميتها وأهمية قاناة السويس وعرفنا حدودها البرية وحدودها البحرية وعرفنا الفرق بين الموقع البكغرافي والموقع الفلكي ان شاء الله بإذن الله هنكمل باقي حلقاتنا وهنعرف عن حاجات جديدة استنونا الحلقة الجاية ومتروحش في أي مكان